بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في الحلقات الماضية تكلمنا حول بعض معالم الغزو الثقافي التي تتعرض له الأمة الإسلامية وبعض العلاجات نتكلم في هذه الحلقة حول أمر آخر من أمور الغزو الثقافي وكيفية الوقاية والعلاج هناك حالة نعبر عنها أو يعبر عنها بحالة الانبحار قد ينبهر شخص بشخص آخر طبعا هذا الانبهار أمر نفسي يؤدي هذا الانبهار بالتدريج إلى الانبهار بالفكر ومن ثم الانبهار بالأعمال وبالممارسات اليومية الانبهار بثقافة تؤدي إلى الإنسان أن يتماهى مع تلك الثقافة وأن يذوب تدريجيا في تلك الثقافة وإذا كان هذا الانبهار في أمة فهذه الأمة معرضة للزوال ومعرضة للذوبان في الأمة التي انبهرت بها هناك محاولات شديدة لإيجاد حالة الانبهار لدى المسلمين بالنسبة إلى ثقافات أخرى وكما أشرنا في حلقة سابقة ونفصل في هذه الحلقة هناك استعمال للقوة الناعمة بمعنى إبراز نقاط القوة في ثقافة ما لكي تؤثر في الآخرين من دون استعمال السلاح أو الجبر بمعنى آخر محاولة نزع إرادتهم الذاتية ومحاولتهم لتقليد الآخر والثقافة الأخرى وهذا الأمر بشكل قوي وجلي يحاول الغرب وخاصة ولاية المتحدة الأمريكية استعمالها بالنسبة إلى المسلمين وغير المسلمين طبعا ولكن بالنسبة إلى المسلمين أكثر لأن الثقافة الإسلامية ثقافة قوية جدا فيحتاج إلى استعمال أدوات قوية حسب زعمهم للتغلب على هذه الثقافة الإسلامية لدى المسلمين فعندما الشخص يعتقد في باطنه أن الآخر أفضل منه وذلك الآخر يحاول إيحاء هذا الأمر بأشكال مختلفة ومن ثم ذلك الآخر يحاول أن يوجد هذه الحالة من الإنبهار في كل أموره حتى في نقاط ضعفه فيصور للشخص الأول بأن نقاط ضعفه هي نقاط قوة يجير تقدمه في مجال إلى كل المجالات إذا تقدم في مجال يوهم الطرف المنبهر بأن هذا التقدم في كل مجال حتى في نقاط الضعف وهذه القوة الناعمة هي خطر حقيقي إذا لم يتم الالتفات إليها ومحاولة معالجة الجذور النفسية والعملية الداخلية والخارجية لحالة الإنبهار طبعا في هذه الحالة يعني لتعميم هذه الحالة حالة الإنبهار بالثقافة غير الإسلامية وخاصة الثقافة الغربية وعلى الأخص الثقافة الأمريكية منها توجد أدوات وهم يستعملون هذه الأدوات بطرق قوية وطرق مختلفة وبسبل شتى وليل نهار ويستفيدون من الخبرات النفسية وغيرها من الخبرات مثلا نذكر بعض الأمثلة لتوضيح بعض أدواتهم وكيف يمكن أن نقابل هذه الأدوات أولا استعمال الأدب الأدب في الألفاظ وفي الكلام هذا مؤثر جدا في النفوس ولذا نحن نشاهد مثلا الشعر يؤثر في النفوس أكثر مما يؤثر النثر وبعض الكلمات الأدبية تؤثر في النفوس أكثر من مجلد كامل من الكتب ومن الكلمات والمسلمون كان لهم السابق في هذا المجال باعتبار أن العرب قبل الإسلام حتى قبل الإسلام كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالأدب ولذا نشاهد أنه في التاريخ مذكور أنهم كانوا قد علقوا بعض القصائد على الكعبة المعلقات السبع والعشر معروفة يعني كانت تفتخر القبائل بالأشعار الراقية لديها وكذلك بعد الإسلام المسلمون اهتموا أيضا بالأدب كثيرا والقرآن الكريم أيضا من معاجزه أنه في قمة الأدب بحيث لا يتمكن أي إنسان أن يصل إلى هذه القمة فالأدب له تأثير بالغ جدا زين في عالم اليوم نشاهد الروايات التي تكتب القصص التي تكتب الأشعار التي تنشأ وتترجم وإذا أنت أو أنا أو نحن راجعنا إلى المكتبات نجد مع الأسف أن السبق في المجال الأدبي لغيرنا وطبعا كثير من الناس يتذوق الأدب ويتأثر بالأدب ويطالع الكلمات الأدبية أو الكتب الأدبية فيتأثر بها طبعا هذا الكتاب أو هذه الرواية أو هذا الكلام أو هذا الشعر فيه مضامين فيتأثر بتلك المضامين وخاصة إذا كان إنسان غير محصن ولذا نشاهد أنه في القرن الأخير غير المسلمين اهتموا بالأدب العربي لعله أكثر من المسلمين أنفسهم إذا بعض مننا يراجع مكتبته يجد الكتاب اللغوي التي يستعمله لعله أكثرنا تشوف الكتاب اللغوي الذي يستعمل الكتاب ألفه أحد غير المسلمين وطبعا هذا الشخص غير المسلم يحاول أن من حيث يشعر أو لا يشعر ينقل ثقافته لأنه الأدب هو شعور الكاتب أو الشاعر أو المتكلم ينقل شعوره إلى الآخر وطبعا هذا الشعور لبناته الأولى الثقافة التي يمتلكها وكلما كان الكلام الأدبي نابع من الإحساس ومن الشعور يكون تأثير أكثر وطبعا هذا الإحساس والشعور من أين أتى هذا الإحساس والشعور طبعا من ثقافة هذا الشخص فينقل هذا الإحساس وهذا الشعور التي تكون من ثقافته إلى الآخر عبر الكلمة فالاهتمام بالأدب الآن الروايات العالمية التي هذه الروايات غزت المكتبات وترجمت إلى عشرات اللغات هناك بعض الأدباء من غير المسلمين بلغ عدد ما طبع من كتبهم الأدبية أو الروائية أكثر من مليار نسخة انتشرت في العالم طبعا وحصة البلاد الإسلامية من هذه العداد أيضا حصة كبيرة وطبعا هذا الراوي أو الكاتب لا يأتي وينقل الثقافة الإسلامية ينقل الثقافة التي هو تربى عليها أو اعتقد بها هذا أمر الأمر الآخر وسائل الاتصالات الثورة الرقمية في عالم اليوم يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لنشر الثقافة هناك استفادة كبيرة من وسائل الاتصالات الإذاعات القنوات الفضائية والأرضية لنشر الثقافة أنا أمثلكم أنا أمثلكم مثال نقل لأحد الإخوة أن هناك وهو مطلع أن هناك مؤسسة تابعة لإحدى الكنائس في أمريكا وهذه المؤسسة عملها ينحصر في إضافة الرموز النصرانية إلى الأفلام التي تنتج خاصة في هاليوود إذا أحدكم بعد هذا الكلام اللي أنا أنقله لكم شاهد فيلما أو مسلسلا فليركز على هذه النقطة يجد في هذا الفيلم أو المسلسل المنتوج أمريكيا يجد كثير من الرموز النصرانية بطريقة فنية أقحمت في ضمن المسلسل مثلا تجد مسلسل لا يرتبط بالكنيسة إطلاقا ولكن بعض اللقطات من هذا المسلسل أو هذا الفيلم يكون أمام كنيسة يعني أقحمت الكنيسة بشكل أو هناك مثلا بطل الفيلم أو المسلسل يلبس الصليب أو يدخل إلى الكنيسة أو هناك تحدث مثلا بعض اللقاءات السرية داخل قاعة الكنيسة في مثلا وقت خلوها من المراجعين وما إلى ذلك هذه مؤسسة مختصة بإضافة الرموز النصرانية إلى هذه الأفلام إضافة إلى الجوانب الأخرى ولكن هذا كمثال نحن نذكره لماذا لكي يتحول الرمز النصراني إلى أمر مألوف وخاصة في عالم اليوم كثير من الناس يشاهد هذه المسلسلات وهذه الأفلام لساعات طوال وفي كل يوم قراءة إحصائية أخرى هذه الإحصائية كانت إحصائية دراسة حول بعض القنوات العربية وما تبثه من أفلام أجنبية كم مرة في اليوم تظهر الخمرة في بعض هذه القنوات عشرات المرات ضمن مسلسل أو فيلم أو ما إلى ذلك بحيث أنه هذا المشاهد كل يوم هذا المنظر يكون مألوف عنده كم مرة يشاهد الصليب كم مرة يشاهد اللقطات غير الأخلاقية كم مرة كذا كم مرة كذا إحصائية مفصلة بحيث أنه هناك قصف لعقل المشاهدين بشكل رهيب جدا بحيث أنه لا شعوريا يتلقى رموز الحضارة الأخرى أو الثقافة الأخرى بحيث تصبح لديه أمور مألوفة والإنسان إذا ألف شيئا حتى إذا كان باطلا سوف لا يستنكروه وقد يتأثر به بعض الناس شايفين أنه لأول مرة حينما يرى مثلا كبشا يذبح أو دجاجة تذبح يتأثر يتألم لأنه يرى موجودا ولو هو حيوان ولكنه يذبح ولكن المرة الثانية إذا شاف المرة الثالثة المرة الرابعة المرة العاشرة تدريجيا المنظر يصبح لديه منظرا مألوفا وعاديا لا يتأثر به الطغاة القتل إذا إذا واحد يقرأ بعض مذكراتهم أو بعض ما كتب عنهم أو يعني كتبه عنهم المقربين إليهم يجد أنه يقول في أول مرة قام بعملية القتل أو التعذيب ألمه وجدانه ولكن في المرة الثانية والثالثة أصبح الأمر مألوفا نقل لي أحد الأخوة كان ملتقي بأحد الطغاة في عراق صدام وهذا كان قد فر من العراق قبل سقوط صدام لأنه الظالم يقتل حتى أعوانه فيقول التقيت به في إحدى الدول وكان هو يريد يقرب نفسه إلى المعارضة لكي يكون له حصة فيما بعد سقوط النظام يقول قلت له في قعدة خاصة كيف أنت كنت تقتل الناس الأبرياء يأتيك أمر من فوق أن هؤلاء يجب أن يبادوا قال أنه في المرة الأولى تألمت كثيرا ما تمكنت بعد أن قتلت شخصا أن أنام إلى الصباح ولكن في المرة الثانية والثالثة والرابعة صار الأمر مألوفا لدي بحيث أنه في الفترات الأخيرة إذا ما كنت أقوم بعملية القتل ما كنت أنام مرتاحا يعني انقلب المفهوم والميزان عنده انقلاب كامل زين الإنسان عندما يعلف شيئا حتى إذا هذا الشيء كان قبيحا يزول قبحه تدريجيا من فكره بل قد يؤثر ذلك الشيء القبيح فيه فيتصوره صحيحا فالشا فالشاهد هو أنه في هذه الأفلام تستعمل هذه الرموز المختلفة سواء رموز دينية أو رموز ترمز إلى الثقافة التي يمتلكونها ويقصفون الأذهان بهذه الأمور وحتى أفلام الكارتون يعني البعض قد يستغرب أفلام الكارتون مليئة بمفردات الثقافة التي الثقافية التي تخالف الثقافة الإسلامية أنا هذا الكلام ذكرته إلى أحد الإخوة فاستغرب قال يعني بعض الأفلام الكارتون أنا قد شاهدتها ولم أجد فيها شيئا أنا قلت له أنا أذكر لك أبسط مثال هذه المرأة التي تظهر في فيلم الكارتون هل هي محجبة أو سافرة قال طبعا سافرة قلت زياد الطفلة وهي عمرها سنتينت لسنوات حينما تبدأ بالنظر إلى أفلام الكارتون كل يوم ترى عشرات المرات النساء السافرات المرسومات في أفلام الكارتون ألا تنموا مع هذه الفكرة أن السفور أمر عادي بل قد يكون أمر محبب وطبعا يكون لديها أمر محبب خاصة إذا كانت هذه المرأة بطلة الفيلم مثلا أو الكارتون وهناك يعني مراكز وعلماء نفس يركزون على هذا الأمر بأنه بأي كيفية وبأي طريقة يؤثرون في الأطفال بالزرع الثقافات الأخرى في أذهانهم يعني الثقافة اللي هم يعتقدون بها هناك تقرير قراءته أنه الآن عادة هذه الأفلام أو المسلسلات وخاصة أفلام الكارتون اللقطات انتقال من لقطة إلى لقطة أخرى كثير فيها لماذا سابقا ما كان الانتقال كثير يعني اللقطة واحدة قد دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق تستمر هذه اللقطة بتفاصيلها لكن الآن تتبدل اللقطات لحظة بلحظة لماذا يقول التقرير أن دماغ الإنسان مخ الإنسان هذا يحلل المعلومة التي تصل إليه في عشر الثانية يعني عشر الثانية عندما تصل المعلومة إلى مخ الإنسان هذا المخ يحلل هذه المعلومة هل هي معلومة صحيحة أو معلومة غير صحيحة طبعا هذا إذا حصل الدماغ فرصة للتحليل لكن كثرة تبديل اللقطات خاصة إذا لقطة فيها فكرة يريدون تركيز هذه الفكرة في الذهن هذه اللقطة بسرعة تتغير لماذا؟ لأنه بس ما تأتي هذه اللقطة تلقاها المخ قبل ما يحللها تجي لقطة أخرى ومعلومة أخرى قبل أن يرفض المخ تلك الفكرة تأتي لقطة أخرى فتبقى تلك الفكرة بدون رفضة وتشكل بالتدريج لا شعور هذا الإنسان تصير مخزون في ضمن فكر هذا الإنسان هذا الأمر يعني الاستفادة من وسائل الاتصالات الرقمية الفضائيات الإذاعات وما إلى ذلك لتركيز ثقافة ويقول المثل أو لعله رواية أنه لا يمكن نشر الحق إلا من حيث انتشر الباطل الوسائل التي استفاد منها الباطل أو الثقافة التي تعارض ثقافتنا الإسلامية هذه الوسيلة من أين نشرت ذلك الباطل يمكن الاستفادة من نفس تلك الوسيلة لنشر الحق يعني مثلا كمثال للتقريب الذهن إذا الباطل بالسيف يتقدم المقابلة معه لا يمكن أن تكون باليد أو بالعصى يجب أن تكون باليد بنفس الوسيلة التي يريد أن يتقدم توقف تقدمه بتلك الوسيلة إذا جاء بالسلاح الأقوى ردعه يكون بالسلاح الأقوى إذا جاء بالإذاعة والإذاعة تصل إلى كل بيت لا يمكن أن يكون مقابلته بالكلام العادي المجرد وإنما يجب الاستفادة من الإذاعة أيضا إذا استفاد من الفضائية يستفاد من الفضائية إذا استفاد من الأساليب النفسية يستفاد في مقابله من الأساليب النفسانية يعني إذا ذاك استعمل الوسيلة بطريق غير سليم ينبغي علينا أن نستعمل تلك الوسيلة بطريقة سليمة لنشر الحق أو لإيقاف مد الباطل من الأمور الأخرى التي تستعمل لإيجاد الإنبهار هو إعطاء الفرصة للعيش الأفضل ماديا والرفاه الأكثر لمن يترك الثقافة الإسلامية الصحيحة ويتوجه إلى الثقافة غير السليمة كما نعلم أنه الآن البعض من الناس ملتزم والبعض من الناس غير ملتزم هناك بعض الخطوات تتخذ لإعطاء الفرص للرفاه وللعيش الأفضل لمن لا يلتزم أو لمن يترك ثقافته الإسلامية ويلتج إلى الثقافة الأخرى تدريجيا عندما الصغار عندما البسطاء عندما السذج عندما كثير من ضعاف النفوس يشاهدون أن الذي لم يلتزم أو الذي ترك ثقافته الصحيحة والتج إلى ثقافات أخرى هذا تدريجيا كانت حياته أفضل فيكون هناك نوع من الارتباط في أذهان هؤلاء بأن الالتزام بأن الثقافة الصحيحة هذه تسبب عدم الرفاه تسبب عدم العيش الأفضل وأن الالتزام بتلك الثقافة وعدم الالتزام بتعاليم الدين هي التي سببت رفاه هذا الإنسان الآخر وسببت عيش الأفضل فبالنتيجة هذه الحالة تدريجيا توجد في أذهان هؤلاء السذج والبسطاء وكثير من الناس حالة من الانبهار وهذه الحالة حالة خطرة يعني مثلا ذكرنا في حلقة سابقة مسألة الحجاب ومنعه ومنع الحجاب في المدارس الحكومية في فرنسا زين وكذلك في بعض الدول الإسلامية الحجاب ممنوع في المدارس والجامعات في تركيا إلى قبل أيام الحجاب كان ممنوعا إلى أن البرلمان صوت على تغيير الدستور يعني حتى منع الحجاب كان مضمن ضمن الدستور لماذا لكي يكون هناك في أذهان الناس تعارض بين العلم وبين الالتزام تريد تبقى جاهل هذه المرأة تبقى جاهلة لا تتقدم لا تتطور لا تعلم عليها ترك الالتزام الديني ترك حجابها إذا تريد تكون ملتزمة بالدين فمعنى ذلك أن تترك التعلم وتبقى جاهلة هذا الارتباط بين الجهل والدين وبين العلم وترك الالتزام هذا من ضمن ما يراد منه هو هذا الأمر أن الإنسان يترك ثقافته يترك دينه ويلتزم بثقافه أو دين آخر أو أسلوب آخر لا أقل لكي يتقدم مثال آخر في إحدى الدول الإسلامية التي كانت مستعمرة هناك أراضي خصبة جدا وهذه الأراضي الخصبة صالحة للزراعة لمختلف الأمور لكن في فترة الاستعمار أجبروا الفلاحين وأصحاب البساتين بزرع العنب فقط زين العنب أكثر من الاستهلاك البشري في الأكل كان ينتج الزائد تشتريه معامل الخمور ويولد منها الخمر النتيجة بمرور الزمان ارتبط رزق العامل الزارع صاحب البستان بالخمر والخمر من أشد المحرمات الإسلامية وإذا الإنسان صار بالنسبة إلى الخمر لا أبالي وطبعا بالنسبة إلى أمور أخرى من الشرع يصير لا أبالي أكثر تريد تتطور اقتصاديا عليك بترك الالتزام الديني وتريد الالتزام الديني عليك بترك التطور الاقتصادي المالي التعليم المال والاقتصاد وأمور أخرى من الحياة التطور فيها ربطه بعدم الالتزام والتخلف ارتبط بالالتزام هذا تدريجيا يولد حالة من الانبهار بالثقافة الأخرى كيف يمكن معالجة الانبهار بالثقافات الأخرى هذا ما سنتطرق إليه في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تسكي النفوس تسكي النفوس بأعبق البركات تحيي العقول اذا انارى اذا انارى طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي النفوس بأعبق البركات تسكي النفوس بأعبق البركات